المعلم الطيب لوماشي مدعو إلى تكريم رفقة زملائه القدامى في مهنة تعليم السياقة هي مناسبة لتذكر ذلك الزمن بجيت مدرسة تعليم السياقة في أول عود 1980 حوالي 44 سنة في المهنة هذه الممتع حين سيفار ما سيفار ما نقدرش ندير الفرق بين هذا و هذا لكن باش نحصل الرقصة قبل من الصعب هذا المحل يؤرخ لأول مدرسة تديرها امرأة في منتصف سبعينيات القرن الماضي فتحت المدرسة منتاعي في السبع وسبعين والكترة لجل بنات بلادي لخطر ما يقدرواش اللي هنا يديروا البرمي تاح وخدمت الحمد لله وكونت أجيال وفرمت ديمونيتريس تعليم السياقة في بسكرة عرف تطورا من حيث الوسائل كالتعليم بالمحاكات واستعمال التكنولوجيات المتطورة اللوجيسيال هذا يعاون المترشح منه مترشح منه ممتحن هنا وش يدير هذا اللوجيسيال هذا يخلي المترشح هو يمتحن نفسه بنفسه هنا كل المترشح يأخذ لوحة انتاعه يحطها قدامه هنا ويقوم بالدراسة انتاعه هذا المركز المنجز وفقا للمقاييس المطلوبة مكان مثالي لإجراء الامتحان مركز مثالي يتوفر على كل شروط لإجراء امتحانات طرق السياقة ولتطوير تعليم السياقة في ولاية بسكرة يحتوي على قاعات انتظار قاعات لإجراء امتحان النظري مسالك للإقلاع في مرتفع خاص بكل الأصناف تحصي مدينة بسكرة عشرات المدارس لتعليم السياقة الكل يعمل على مد المتعلمين ما لديهم من خبرات لضمان سياقة آمنة للسائقين والراجلين في آن واحد